استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر وصرح المتحدث باسم الرئاسة أن الرئيس السيسي عقد جلسة مباحثات مع أخيه الشيخ تميم بن حمد شهدت الإشادة بتطور المستمر في العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين واتفق الزعيمان على مواصلة تفعيل مختلف أطر التعاون وأليات التشاور والتنصيق على كافة المستويات بين البلدين كما نقش اللقاء التصعيد العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وما يرتبط به من تحديات إقليمية تدفع بالمنطقة في اتجاهات خطيرة وغير محسوبة وفي ذلك السياق بحثت زعيمان أفضل السبل لحماية المدنين الأبرياء في غزة ووقف نزيف الدم حيث تم استعراض جهود المكثافة الرامية لتحقيق وقف إطلاق النار واستدامة نفاذ المساعدات الإنسانية بالكميات التي تلبي احتياجات الشعب الفلسطيني في غزة كما تم تأكيد رفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني أو دول المنطقة ورفض محاولات التهجير القصري وأكد الجانبان على استبرار التشاور من أجل وقف التصعيد الراهني لحد من معاناة المدنيين وحقنا لدماء الشعب الفلسطيني الشقيق وصولا إلى إقامة دولته المستقلة وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية وتحقيق السلام العادل في المنطقة